موسيقى حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف كأنه لوحده اللي فاهم وشايف نحتاج لفكر ونبحث كتير الموضوع ده فعلا حقيقي وخطير ولا حد مهما ما كانتو يقول نمشي بطريقه ونلغي العقول حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع حكاوي وفتاوي بتملى المواقع شريفو أنت بتتكلم على الاستقلال كنت بتكلمني كتير عن عدم التغير ولما سألتك قلت لي خليه هدية في صفة عدم التغير وبتاعت الله طب أنا عايز أعرف يعني إيه عدم تغير الله المثال دي من أهم الصفات الغير المشتركة ما بيننا وبين الله وهي مرتبطة بالاستقلال طبعا عدم التغير الله هو الوحيد اللي مش بيتغير الخليقة كلها بتتغير إحنا كلنا بنتغير أنا وإنت كل الثانية بتعدي علينا فيه تغير بيحصل فينا على الأقل بنكبر في السنة على الأقل ففيه بيكامنج يعني كرياشن إز بيكامنج بتتغير بتنضج ممكن التغير بقى للأوحش مش شرطي بقى الأحسن حتى اللي ممكن لو شخص بيعجز ممكن يكون خلاب تضعف مثلا لكن الله الوحيد اللي مش بيتغير الله سابت عشان كده من ضمن الألقاب اللي بتتقال على الله في الكتاب مؤادة سنوه الصخرة ولما يتقال إن الله هو الصخرة ده تشبيه عشان يقول لنا إن الله سابت ممكن تتاكل عليه ممكن تمسك فيه أنت واقف على أرض سابتة مش واقف على حاجة مهتزة فالله من أهم الصفات المميزة لي واللي مش بوجوده في حد غيره إنه لا يتغير بس أنا عندي سؤال هنا يعني مش بيتغير في إيه لأن أنا مثلا بشوف حاجات في كتاب مؤدس يقول لك ندم الله ورجع عن حموه وغضبه وكتير يقول يعني لو أنتوا عملتوا كده أنا هعمل كده لو أنتوا عملتوا كده لو أنتوا رجعتوا وتبتوا أنا هرجع عنه مع الطاهر يكون طاهر ومع الأعوج يكون مرتويا فأنت إزاي بتبصي لها الآيات ديت أنا موافق طبعا فيه آيات كتير بتتكلف كتاب المقدس إن الله متفاعل مع خلقته لك خلال أول قبل أن نفهم فكرة التفاعل على الله مع خلقته نأكد موضوع يعني إيه الله ما بيتغيرش الحاجتين اللي أنا عايز أكد عليهم هنا إنه الله في جوهره ما بيتغيرش والله في مقصده ما بيتغيرش مقصد الله ثابتة وجوهره ثابت يعني إيه جوهره ثابت يعني الله يعني مش مثلا في وقت بيبقى كله الوجود ووقت تاني لا دي قريبة من استقلاله إنه ما فيش حاجة مقصرة على جوهره طبعا وفي نفس الوقت طب إيه بيقى اللي في جوهره هو مش بيبقى شوية كله الوجود وشوية لا مش كوية كله المعرفة وشوية لا وشوية لا المعرفة مش بتقل مش بتزيد ما ده تغير لو المعرفة زاد ده تغير لو المعرفة قلت ده تغير لو الوجود زاد لو بقى إمكانية أنه يبقى موجود في أكتر مكان في نفس الوقت حصلت يبقى ده تغير ولو ما حصلتش برضو ده تغير أنا قصدي لو الوجود قل من المكان يعني أيها فالله في جوهره سابد تعالوا أنا شوية آيات تأكد الفكرة دي فإن الله يعني ما بيتغيرش أنت عارف لو الله بيتغير يا بيتر للأحسن مثلا يبقى ما كانش كامل وحيبقى كامل أو لو هو كامل واتغير يبقى ما بقاش كامل كرسى طب أنا عايز أسألك يا شريف قبل ما نروح للشواهد عن معرفة الله يعني لما احنا تخلقنا لما العالم جه يعني أنا آسف في السؤال بس هل ده ما أضفش لمعارف الله ما زودش معرفة الله يعني ما فيش حاجة الإنسانية أضفتها لمعرفة الله ده بيفترض لو ده حصل يبقى الله ما كانش كامل ومعرفه اكتملت يبقى كان فيه نوعية من من معرفة نقصة والمعرفة دي زادت فده معناه أن الله حصل له حاجة اسمها بيكامينج ده ضد اسمه هو بيقول أنا الكائن أنا الموجود مش بس كده كلمة معرفة الله بكل الأحداث اللي حتحصل واضحة كده في كتاب من ضمن الصفات الغير مشتركة أن الله كل للمعرفة يعني هناخدها 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 هنتكلم فيها حلوة هنكلم عنها بالتفصيل يعني الله كل للمعرفة حلوة هنكلم عنها ونشوفها الله بيقال على نفسه إيه في موضوع المعرفة بالذات لأن لو حصل زيادة في المعرفة يبقى الله بيتغير يبقى الله قبل الخلق كان حاجة وبعد الخلق بقى حاجة تانية وفي جوهره ده معرفة ده في الإدراك ده مش مجرد في التفاعل فده كلام خطير ويتناقض مع كلام الله عن نفسه تعالى مثلا نشوف بعض الآيات أنا عايز نشوف الآيات بتاعت عدم التغير دي تعالى مثلا نشوف أشاية 43 أنتم عدد عشر أنتم شهودي يقول الرب وعبدي الله ذي اخترته لكي تعرفه وتؤمنه بي وتفهمه أني أنا هو قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون ما فيش لبعدي ما فيش قبلي في العادة الجديدة أنا الأول والآخر أنا الألف والياء البداية والنهاية أنا البداية والنهاية من الآيات المهمة جدا المقتبسة من المزامير في رسالة العبرانيين عبرانيين واحد عدد عشرة أنت رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت أنت وسنوك لا تفنى واضحة دي واضحة قوي دي أنت لو بصيت أصلا للسماء والأرض بالنسبة لنا بالنسبة لنا يعني أنت لو قرنت بيني وبينك وبين السماء السماء ثبتة صح؟ ارتفعها شكلها وطور يعني الطبيعة بتاعتها ثبتة بالنسبة لنا أنت ما بتحسش أن السماء عجزت ما بتحسش أن الأرض عجزت احنا بنعجز فتخيل الحاجة اللي احنا بالنسبة لنا وكأنها ثابتة بشكل ما هي بالنسبة لله متغيرة مش هتكمل مع ان السماء والأرض موجودين شوف بقى لهم كام ألف سنة في وقت من الأوقات إيه اللي هيصل لهم هيقوموا مش موجودين هيتغيروا الرب هيعمل السماء جديدة وأرض جديدة الله مش كده يعني الله بالمقارنة بالأمور السابتة بالنسبة لنا هو السابت هو لو بيتغيرش فدي أي من الآيات الواضحة جدا جدا عن ان الله في جوهره سابت مش بس جوهره مقاصد الله السابتة من أهم الآيات اللي بتتكلم عن سابت الله وعدم تغير الله ملاخي ثلاثة بص في ملاخي ثلاثة بيقول ايه ثلاثة عدد ستة عدد ستة بيقول كده لاني أنا الرب لا أتغير فأنتم يا بني عقوب لم تفنوا وكأن ربنا بيلوم على فكرة اللي مخليني مقضيش عليكم وخلص قصتي معاكم إن أنا ما بتغيرش مدام وعدت هنفس مقصدي ما بتتغيرش في رمي 11 وعود الله بلا ندامة الله ما ينفعش يوعد ويرجع ويرجع في كلامه فالله مقصده الحاجات اللي هو ناوي يعملها مع شعبه حبات الله وضعوته بلا ندامة بدان بدأ عمل حيكمله ده معنى إن الله ما بيغيرش جوهره ثابت مقصده ثابتة وده يتماشى مع فكرة إن الله كله المعرفة اللي أنت كنت بتسأل ما ينفعش الله يتغير لأنه ما فيش حاجة هتفجأه يعني لو إحنا في دماغنا إن الله كله المعرفة إيه اللي ممكن يحصل في التاريخ يقول لاني كنتش عامل حساب الموضوع ده فإنا لازم بقى أغير المقاصد بتاعتي عشان أمشي بقى مع التغيرات اللي أنا كنتش عامل حسابها ده مش وارد كل اللي بيحصل في التاريخ بأدق تفاصيله هو هارفه أشعية أشعية 46 تاني عدد عشرة أنا مخبر منذ البدء بالقديم بالأخير بالأخير آه أنا آية بالأول إيه اللي هيحصل أنا عارف عدم تغير الله مرتبط بكل طب مرتبط باستقلاله مرتبط بأنه عارف كل شيء دي طبيعته طب تبص إيه يعني لآية مثلا زي أنه أنتو بسبب أنكو عملتوا كده يا شعب إسرائيل أنا عملت كده يعني يعني عارف مثلا لا يعني بسبب أن خطاياهم هم عملوا خطايا وبالتالي هو عمل علشان هكذا بتبص الحاجات دي إزاي يعني بتصالحها مع بعض إزاي نصالح إلقات اللي بتكلم اللي فيها تفاعل أه اللي فيها تفاعل بيقول لهم أنتو ما بتعملوش وما بتعملوش عشان كده أنا عملت إنتو وقعتوا في الحاجات دي أنتوا أغضبتوني في البرية فعشان كده أنتوا ما دخلتوش الأرض طب هل كانت مقصدوا أن يدخلوا الأرض وما دخلوش بسبب خطاياهم وعدم إيمانهم ولا كان مقصدوا أنهم ما يدخلوش الأرض هنتكلم وإزاي دي تمام تمام بص الأول إحنا عايزين نشرح وإحنا بنيكلم على عدم تغير الله سعادت الناس بييجي في بالها معنى عدم تغير الله إن الله جامد ساكن أخيت بالك استاتيك استاتيك خالص حاجة ساكنة كده ما بتتحركش فيه حاجة بتأثر فيها وهو ما بيتغيرش سابق مش ده معنى عدم تغير الله المسيح قال كده أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل فالله متفاعل ده جزء من عدم تغير الله إنه يعمل نفس رد الفعل لأصاد الحاجة ديت فالله دايما قدام الشر هيغضب هيبقى رافض فعملية الرفض المستمر قدام الشر ده عدم تغير أنت شخصيتك سابتة يعني لو أنا قلت أن بيتر شخصيته بتتغير إن أنت ممكن في الموقف ده وتعمل كذا وفي الموقف نفس الموقف موقف تاني ما يفرقش معك ده تغير هقولك أنت تغيرت أنت كنتش بتعمل كده قبل كده ده تغير فالتغير معناها مش إن أنت ستاتيك لكن معناها إن أنت شخصيتك سابتة ما بتتطورش ما بتتحسنش وما بتسوقش فده أول حاجة عايزين نحط في بالنا وإحنا بلتكلم على عدم تغير الله إن الله ثابت في مواقفه حاجة تانية ودي هتفرق معنا عمتاً في صفات الله غير المشتركة والمشتركة كمان في منظورين وإحنا بنتكلم في شخصية الله خلييني يعني أرسمهم أو يعني أمثلهم بالشكل ده تخيل كده في منظور أعلى بتاع الله جوهره في طبيعته وفيه التايم لاين فيه الخط الزامل اللي إحنا عايشين فيه التاريخ وإحنا بنتكلم في البعد اللي فوق ده مقاصد الله وجوهر الله ده ثابت لما بيتغيرش لكن الله تفعله في التاريخ بنشوف بقى الحاجات اللي أنت بتقولها ديت الله يقول لحد أعمل حاجة ما يعملهاش فالرب يكون رد فعله أو الرب يقول لي أنا حبعة يوناني عاقب يحظر نناوة لو ما تابدش حقلب المدينة فالمدينة تتوب فالرب ما يقلبش أو ما يدنش المدينة ده كل ده بيحصل فين؟ مش هنا مش في الليفل ده لكن في الليفل اللي تحت في الليفل في الليفل اللي تحت فده فيه لوتيين عبروا عنه بأنه الله في جوهره في طبيعته سابت في مقصده حتى مقصده اللي هيحصل في التاريخ سابت لكن في تفاعله وفي علاقاته مش متغير بس متفاعد مع مع الخليقة بخير تعالى بقى لسؤالك هو مقصده أن ده يحصل أو ما يدخلوا الأرض أو ما يدخلوش الأرض أن موسى يدخل الأرض أو موسى ما يدخلش الأرض أيо خلينا مثلا نأخد المثل السؤال اللي بيتساءل في الحتة دي هل الصلاة تغير فكرة الله؟ ده سؤال مشهور جدا هل الله هل ممكن صلاة يتغير فكرة والناس اللي بيتساءل السؤال ده بيفتكروا حادثة موسى لما الرب قال له أنا حديني الشعب فالشعب فموسى يصلي ويتشفع فالرب يقول له فممكن لو أنت قرأت المشهد ده بس تقول الله يتغير الله غير كلام وغير رأي كان عنده حاجة وغير رأي دي قرأة قاصرة الكتاب مؤدس وده خطورة الخطورة اللي ممكن تحصل لما حد يقرأ جزء في الكتاب ومقراش الكتاب مع بعضه ده أهمية اللهوت ايواء نحن نشوف ده مع بعضه نشوف ده في السياق الكتابي كله ازاي بقى نفهم ده في ظل الآيات إن أنا مقصدي لا تتغير وإن أنا بفعل كل ما صرتي ورأيي يقوم ومشورتي سبتة أنا ما بتغيرش نفهمه برضو فكرة الليفلين في الليفل التاريخي التفاعل الله هيدين الشعب بصحب خطيئة فموسى بيتشفع ونتيجة تشفع موسى الله ما بيدنش كل دهوت في الليفل اللي بتاحت لكن لو بصيت من فوق السيناريو اللي حصل ده على بعضه هو جزء من مقصد الله فكان مقصد الله إنه الشعب يعمل ده وإنه الرب يقول لي موسى أنا هعمل كذا في التفاعل وموسى يقول له إيه لا يا رب وصراحة أي تفاعل حقيقي مش فاك مش حاجة مزيفة والرب يقول خلاص وأنا هعمل أنا يعني حسامح يا موسى أو حكمل يا موسى كل ده كان جزء من مقصد الله ده أنا فاكر حاجة كمان يا شريف أنا فاكر إنه غالبا لو أنا فاكر القصة صح إن ربنا اللي طلع موسى وربنا اللي قل الموسى إن الشعب تحت طبعا يا كأن الرب بيحرك موسى وهو اللي جهزه إنه يعمل كده وهو اللي جهزه إنه يصلي الصلاة ده هو اللي جهزه هو اللي حطه في المكان ده شريف بس أنا عايز أتكلم شوية ناحية الندم ده اللفظ ده غريب يعني أنا عادة لما بكون بختار حاجة في المستقبل بختار حاجة اخترت حاجة وعرفت نتيجها إنها وحشة جدا جدا روحت أقال يا ريتني ما اخترتها ندمت فهل الله بيندم نفس الندم ده ده الندم اللي موجود في الكتاب بص أنا عندي عندي آيات بتقول إن الله ندم على حاجة معينة هيعملها وآيات تاني بتقول الله ليس إنسان فيندم صح؟ أنا هفتح لك إصحاح إصحاح واحد فيك كلمتين بالمعنيين في صمويل الأول 15 بص في صمويل الأول 15 في الإصحاح دوت في رفض الله لشاول شاول الملك بسبب تمرده وخطاياه وعدم ثقته في الله فبص الرب هيقول إيه عن شاول في عدد عشرة وكان كلام الرب إلى صمويل قائلا ندمت على إني قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي ندمت أهو ندمت أهو تعالى كمل إصحاح لغاية تحت وهو بيتكلم عن برضو على الله وعن ندم الله بص كده لما شاول مسك صمويل وقطع له الجوبة بتاعته عدد 28 فقال له صمويل يمزق الرب المملكة إسرائيل عنك اليوم ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك وأيضا نصيح إسرائيل مين نصيح إسرائيل؟ الرب لا يجذب ولا يندم لأنه ليس إنسانا ليه أندم في نفس الإصحاح في نفس القصة ربي يقول أنا ندمت أني حطيت شاول وهنا يقول ليس إنسانا في يندم اللي تحت دي في أنهي لفل في الليفل اللي فوق الله بدأ في مقصده أنه خلاص شاول اترفض طب واللي فوق دي في أنهي لفل في الليفل اللي تحت طب بالنسبة لسؤالك بقى موضوع عن ندم الندم أنا لو عارف حاجة في المستقبل أو سوري أو أنا لو عملت حاجة وشفت نتاجها وحشة حقول يا رتني ما عملت كتب ده مش معنى ندم الله لأنه يعرف كل حاجة طبعا الله عالده كل معرفة فده معناه أن الله إنجاز التعبير لو رجع بيلوقت هل حيجيب شاول تاني ملك أو لا؟ حيجيبه برده حيجيبه برده ملك لأنه المقاصد دي المقاصد لكن يعني إيه كلمة ندم الله؟ دي لغة الأنسانة اللي بتعبر أن الله حزن حزن تأسف يعني والمشاعر حقيقية يعني لازم نخلي باني وإحنا منتكلم على عدم تغير الله أنه إحنا ما نلغيش فكرة أن الله عنده تفاعل حقيقي بس مش غريب شريف أنه أنه بيحزن على حاجة هي مقاصده أيه يعني أنت تقول لو رجع به الزمن طبعا الألفاز دي كلها إنسانية هيختار شاول فهو بيحزن على حاجة هو اختارها هو أراد بشكل ما مقاصده أنها تحصل فبيندم وبيحزن على حاجة فمقاصده أيه ولازم نفتكر أن دي لغة الأنسانة دي أقرب لغة الرب بيستخدمها عشان إحنا نفهم إيه موقفهم اللي بيحصل ده وكانه بيقول أنا ما بحبش الشر ده لكن من ناحية تانية أنا 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 مقاصد أنا قضيت بي آه فأنا ليه قصد أن ده يحصل لكن في نفس الوقت ده ما يقولش أن أنا مبارك مبارك ده خائبك ده ما ينطبقش بسه لحادثة شاول ده ينطبق على فكرة الخليقة كلها هل الله من قبل ما يخلق الخليقة عارف أن فيه سقوط وفيه شر وفيه قتل وفيه موت حيحصل أو لا طبع ومع ذلك خلق يعني في تكوين ستة أنا ندمت أن أنا عملت الإنسان ده مش معناه أنا ياريتني ما عملت ياريتني ما خلقت مش ده معنى لأن لو ده كان معناه كان أهلكنا وخلاص وخلاص لكن وكانه بيقول الموقف ده بالنسبة لي مؤلم حنا نجب هنا نتفادى فكرة فيه نسبة تدخيل لأن الله لما نقوله أن الله ما بيتغيرش زي الفلسفة ما كانوا بيقوله وأنه هو المحرك الذي لا يتحرك ده مش الله ده جهاز كمبيوتر ده حد عنده قدر عظيم محرك كل حاجة وهو ما فيش حاجة يعني ما بيتفاعلش معاها طب ليه ما نقولش أنه ده بشكل ما استقلال الله يعني بيصف استقلال الله بعيدا عن تفاعله ما هو خلي بقى هل لازم يعني لازم أنت أصدق نبقى فيه بالانس لازم نكون فيه بالانس لأننا لو قلت هنلغي كل تفاعل الله في الخط الزمن اللي بنشوفه في الكتاب وده وإحنا لازم نمسك في الاتنين لازم نمسك في أن الله متسامي جدا والله ما بيتغيرش ومقصده وجوهره سابتين وهو مستقل وفي نفس الوقت أن التفاعل اللي بيعمله مع الخليقة تفاعل تفاعل حقيقي جدا 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 طب إيه علاقة الخط ده الزمني بالخط اللي فوق مين فيهم الأشمل الأعم اللي فوق طبعا يعني مين فيهم اللي بيحرك مين مش اللي تحت هو اللي بيحرك اللي فوق لو اللي تحت بيحرك اللي فوق يبقى الخليقة داية بكل تفاعلاتها هي اللي بتحدد أن الله يقصد إيه وما يقصدش إيه لكن هي العكس أن الله في مقصده الله هو الأقوى هو الأعظم هو المستقل هو الغير المتغير يعني أنت بتقول أن الله هو المحدد التاريخ هو محور التاريخ طبعا مش الإنسان اللي بيعمل وده معنى أن مقصد الله سبتة مقصد الله سبتة بص كده في أفاسوس واحد يقول إيه يقول كده الذي فيه أيضا نيلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي ما شئته حسب مقصده حسب اللي هو يعني عايزه وديه وديه ما صرته بص عدم تغير الله أنا كل ما بفكر في الصفة دي بصراحة يا بيتر أنا بفتكر فيه نحنة وفي مشاعرنا حين ساعات لما نقول إن الله بيتفاعل وعنده مشاعر وبيحزن وبيغضى وبيندم بييجي في بالنا الأشكال البشرية إن واحد ساق عربية وحد يكسر عليه فيتنرفز عليه ويزعى أو حد مقدرش يتملك مشاعر بيقولك غصب عني ما قدرتش ما قدرتش يمسك نفسي الله مش كده الله مشاعره منضبطة جدا جدا مش 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 هوائي مش 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 ردي فعله هو اللي بيحركه اللي يخليه يتصرف أنا تنرفزت على يوم وحولع فيهم وخلاص لا الله مشاعره منضبطة سابتة ومرتبطة بمقصده ومرتبطة بمقصده ودايما على حجم اللي حصل واخد بالك ودا درس كبير قوي لنا ان احنا بتبقى شخصياتنا سابتة يعني من ضمن علامات النضوج ان فلان دوت ما يبقاش متزبزب انا عارف انه في المواقف الفلاني متوقع حيكون رد فعله ايه وثبات وثبات موقفه الشخص اللي بيبقى مش ناضج انت بتبقى انا مضمنش فلان ده يعمل ايه في المواقف ده ربنا ما يتقلش عليه كده ابدا لان الله لا يتغير الله دايما مواقفه سابتة دايما قدام الشر مش هيرضى حتى في ولاده عشان كده بيقدم وقدام الخير وقدام الطاعة الله بيبارك وبيرضى وبيصر ودا موقف سابت ليه ده فدي حاجة مرضو مطمئنة اننا الله لا يتغير ده الكلام اللي ربنا قاله في ملاخي ثلاثة لاننا لا اتغير انتم وانتقفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة